هترجع مصر بإذن الله تعالى ليه زين بقول لحضراتكم احنا عندنا السقة الكبيرة صبي اردوغان ده مولود جوش اغلو وزير خلاجية هو صبي اردوغان انا دايما باطلق عليه انه صبي اردوغان صبي اردوغان واضح تصراحات الرئيس النهاردة عملالهم هسس ولازم تبع عرفها كده لانه النهاردة مصر بتقول خلاص قالت الموقف فمن يعنيه الامر اهلا وساعة عايزين نشوف بقى عايزين نشوف ما احنا لازم نشوف طلع صبي اردوغان بيقول ايه بيقول لا يمكن التغاضي عن اهمية السلام في ليبيا بالنسبة الى مصر بسبب تردي علاقاتنا معها موقف مصر وبعض الدول كان يعني هو زعلان يعني ارجو ان تعود هذه الدول ونساهم في نهر طيب قال ايه تاني الحل السياسي والافضل ازمة في ليبيا بينما اه اه وقال انه اه كان امام هو بيتهم مشير حفتر فرصة للتفاوض لكنه لم يستغل هذه الفرصة اه احلال السلام في ليبيا اه 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 ايوا هو بيتكلم دلوقتي حاس انه مصر بتتكلم ومصر بتهزرش ورسالة الرئيس ما بيهزروش الاتراك خدوا الرسالة كده عن مصر ودور مصر جيني النهاردة النهاردة صبي اردوغان بيتكلم على دور مصر وهميتها اه طبعا هي بنسبة لنا مهمة ما الرئيس قال لكم النهاردة ورسم لكم خط وكلام مولود جوش اغلو تاني بقول لحضرتك فهم رسالة مصر وفهم رسالة الرئيس عن فتاح سيسي اليوم تركيا فهمت الرسالة كويس اوي بتصرحات مولود جوش اغلو وزير خارجية اردوغان كلامه النهاردة او الكلام اللي جاي دلوقتي على الوكالة بتاعتهم بتاعت اردوغان انه فهمه اوي رسالة مصر وصلت لانقرة عشان كده بيتكلم على اه مصر ودورها ولا يمكن التغاضي كان الاول ما بيقولش كده خالص الاول ما كانوش بيتكلمه على مصر وما كانوش بيتكلمه على اهمية السلام في ليبيا والحدود مع مصر ما كانوش بيتكلمه على ده على الاطلاق اول مرة تركيا توصلها الرسالة القوية فالاول مرة يتكلموا على اه ده فعلا يا خبر ده احنا كنا ناسين الله هو ده بيهدد مصر اه ده احنا لسه عارفين دلوقتي ان الوضع بيهدد مصر فعلا واحنا مصر فعلا عارفين اهمية السلام ده خبرة بيض انت لسه فاهم الرسالة يعني انت لسه عارف الموضوع فعلا خطر على الله 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 يعني اردوغان استوعب النهار ده الرسالة الرئيسة عفتاح السيسي وطلع وزير خارجيته عشان يقدم رسائل ايجابية لمصر